في سوريا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاتفاق حول خروج نحو 1300 شخص من مدينة دوما في الغوطة الشرقية المخاصرة استكمل تنفيذه بشكل كامل وأوضح المرصد أن نحو 25 حافلة تحمل على متنها مئات المدنيين والمقاتلين من المعارضة انطلقت من أطراف الغوطة إلى محافظة إدلب ضمن الاتفاق الذي توصلت له المعارضة مع روسيا ونص على تسوية أوضاع الراغبين في البقاء بالمدينة